بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من ولاه إخواني وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هناك أيضا تقسيم للعبادة بحسب الظاهر والباطن هناك العبادات الظاهرة وهناك العبادات الباطنة العبادات الظاهرة تحتها أنواع والعبادات الباطنة تحتها أنواع العبادات الظاهرة يدخل تحتها عبادة اللسام العبادات اللفظية يدخل تحتها عبادة البدن العبادات البدنية يدخل تحتها عبادة المال العبادات المالية العبادات الباطنة يدخل تحتها العبادات القلبية والعبادات الاعتقادية وبعضهم يقول هكذا كلها خمسة أنواع عبادات اعتقادية عبادات قلبية عبادات لفظية عبادات بدنية عبادات مالية عبادات اعتقادية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يتفرع عنه والملائكة والكتب وغير ذلك من أصول الإيمان عبادات قلبية مثل الخوف والرجاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والحب في الله والبغض في الله وغير ذلك عبادات بدنية مثل الصلاة مثل الجهاد في سبيل الله عبادات مالية الزكاة النذر الصدقة المطلقة عبادات لفظية مثل قراءة القرآن الكريم ذكر الله التسبيح الاستغفار الدلالة على الخير النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا وهناك عبادات تجمع أكثر من نوع وهناك عبادات تجمع هذه الأنواع كلها فهناك عبادة الحج تجمع العبادات الاعتقادية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك العبادات اللفظية التكبير والتسبيح والتهليل والتلبية وغير ذلك باللفظ وبالكلام عبادات مالية فالحج لا شك أمر النفقة فيه أمر أساسي عبادات بدنية السعي والتواف والوقوف عرفة وغير ذلك هناك عبادات قلبية الخوف من الله والتضرع إليه والإنابة وهكذا نجد الحج يجمع هذه العبادات كلها كذلك الصلاة أيضا تعد من جوامع العبادات فيها العبادات الاعتقادية وفيها العبادات القلبية وفيها العبادات اللفظية وهكذا والبدنية نجد أكثر من نوع يتمثل في هذه العبادة العظيمة هذا وبالله التوفيق والحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان رمضان يا حبيب